موجز السادسة من التلفزيون المصري أهلا بكم بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأكد الفريق أول محمد زكي خلال البرقية أن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على أن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن حراسا للأرض والإرادة عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطنية في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخ الحضري العريق كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفتر المبارك وخلال البرقية دعا وزير الداخلية أن يعيد المولى عز وجل تلك المناسبة العطرة أعواما عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر بمناسبة حلول عيد الفترة المبارك كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علامة كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 360 قضية مونية بمضبطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حقب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 52 طن سلع غذائية وفي مجالي عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 32.5 من الأطنان أما في مجالي الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 19 طن دقيق مدعم وسكر تمونية وفيما يتعلق بقضايا المخابز تم ضبط 409 من القضايا من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أعلنت وزارة الأوقاف أنه يجرى تجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك وأضافت أنه سيتم أيضا إقامة صلاة العيد بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد مع سماح باستحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم ووجهت وزارة الأوقاف بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك يتي ذلك في إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية انتهى موجز السادسة